سيدنا عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عايزين بس تفسير وحاسب نفسي ازاي وحاسب نفسي على ايه ايه خليني الأول قبل ما نقول حاسب نفسك يعني أصلا لي نحاسب نفسي وإيه طبيعة النفس دي وربنا سبحانه وتعالى خلق النفس دي تلها خصائص مختلفة نفهم الأول كده تركيبة الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان من أعضاء يعني مرئية محسوسة بالنسبة لنا وفيه أعضاء تانية يعني خافية عن الأنظار زي العقل مثلا والنفس ففيه اتصال بين العقل والنفس وفيه اختلاف النفس وعاء للشهوة والرغبات والعقل وعاء للعلم والمعرفة والتجارة فأحيانا يحصل بينهم خلاف إرادات مختلفة نفسك عايز حاجة وعقلك عايز حاجة فيحصل الاختلاف ده والنفس بتكون قوية كل ما بتلبيلها رغباتها بتكون قوية تجاه رغباتها واحتياجها نفسها عندها نهم وشغف إنها يعني دايما تطلب المزيد عشان كده في الدعاء وأعوذ بك من نفس لا تشبع لأنها بتورد صاحبها المهالك والعقل إذا انت قويته بالمعرفة وبالعلم وسلحته بيكون هو المهيمن والمسيطر الأساسي على النفس عشان كده الشرع الحنيف يعني جعل العقل هو مناطة تكليف وليست النفس لأن العقل بالمعرفة والعلم يقدر يسيطر على النفس إذا انت غزيته بالمعرفة وبالعلم والناس تقدر تعيش بنفس والناس ما تقدرش تعيش من غير عقل لكن تقدر تعيش بنفس أنت بتاكل وتشرب وبتلبي رغبتك يعني بيكون أشبه بالحياة الحيوانية من غير عقل فيعيش بالنفس ويقدر يعيش من غير عقل لكن ما يقدرش يعيش من غير نفس ولما كان مدار الموضوع كله إن النفس هذه تحتاج إلى من يدبر أمرها ويدبر شؤونها ويجعلها دايما في مواجهة رغبتها إنها تلبيها بطريقة شرعية وبطريقة صحيحة كان النداء من ربنا سبحانه وتعالى والتكلف للعقل فأول ما جيه الكلام في القرآن الكريم عن النفس زي تتعامل مع النفس كان نداء ربنا سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَإِيهِ؟ ويعمل إيه مع نفسك؟ واتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد فكان مهم جداً إن كل نفس كل أو كل عقل ينظر في نفسه وعمل إيه البكرة فبدأت منها تيجي فكرة المحاسبة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكلام ده قال والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز ده الكيس إنسان الناصح الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز أتبع نفسه هواها كل ما نفسه تبقى نفسها في حاجة يلبها لها يعطيها لها سيبها برحيتها كده يعني سدح مدايح لكن مين الكيس الإنسان العقب من دان؟ يعني إيه دان نفسه؟ دايما يفكر نفسه ان انت في حاجات مطلوبة منك تعمليه في حدود لازم تقفي عنده مش كل ما تشتهي شيء تخديه من غير ما تنظري ده حلال ولا حرام عايز تاكل وعايز يكون عندك سلطة وعايز يكون عندك مال وعايز يكون محبوب في المجتمع بتطلب ده بأي طريقة وبأي بيعني ايه بحلال ولا بحرام فده اللي علمهنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا جه الفهم عنده الصحابة في الاثر اللي حضرتك قلتيل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال حاسبوا انفسكم قبل انتوا حاسبوا ليه قبل انتوا حاسبوا لان كلنا هنعرض على الله سبحانه وتعالى وهنجد ان ما فعلناه موجود امامنا ما لهذا الكتاب لا يغادوا وما فيش ترجعه بقى ساعتها ما هو ده اللي قال سيدنا عمر يعني قدام الميزان لكن لو انا في الدنيا حاسبت نفسي واستغفارت مثلا او بزلت من الجهد في اي اتجاه يعني اللي يخليني يعني ان شاء الله بإذن الله امسح الزنوب دي او ادعو ربنا بالعمل الصالح ان ربنا يغفر لي اي ده ازاي حاسب نفسي ده السؤال بقى حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا معنى انت هتحاسبوا وتعرض على الله سبحانه وتعالى وزنوا اعملكم قبل ان توزنوا فالانسان اذا حاسب نفسه يخف عليه الحساب يوم القيام لانه سأل نفسه طب انا لما بحاسب نفسي كان بعض الزهات كده يقول حاسب نفسك كما يحاسبه الشريك والشحيح وشريكة شوف التين شركة فيه مواحد بخيل بحاسب التاني ازاي انت حاسب نفسك كده طب انا حاسب نفسي ازاي تبدأ كده بالفرائط انت مقصر ولا مش مقصر في حق الله سبحانه وتعالى في الصالح كل يوم كنت تسأل نفسك انت صليت ولا ما صليتش طب لو ما كنتش بتصلي لا يلزم نفسك بالصالح خلاص هنا العقل جاء دور العقل لكن لو سبت نفسك للراحة النفس هتكسل تقوم تتوضى وتقوم تصلي طيب تيجي في حقوق تاني زي حقوق العباد انت بطلوب منك ان انت تكون عامل في المجتمع بتساهم في المجتمع بتنفق في سبيل الله طب انت بتوقدي دولة بتوقديش لما بتشوف حد محتاج حاجة نفسك طبيعي ان انت النفوس البشرية بتحن البعضة وفي رحمة بتحركها الفطرة اللي ربنا اوجدها طب هنا كان دور العقل انت اكتفيت دو مصمصت الشفيف اكتفيت ان انت يصعب عليك احوال الناس او يصعب عليك احوال الناس تقدر تساعدهم بحاجة وانت ساعدتهم ولا مساعدتهمش كانوا الصحابة بقى ما بيقولوش الكلام دو خلاص يعني واحد زي سيدنا عمر مش كان بيقول حاسبه انفسكم قبل انتوا حسابه وخلاص مش كلام طالع منه كده ومن غير ما يعمل به سيدنا انس بيحكي موقف حصل مع سيدنا عمر يقول ايه كنت مع عمر خرجت معه اذا تمر فدخل حيطان دخل مكان كده فكان فاصل بيني وبينه في حيطة فاصل بيني انا وهو ما كان فاصل بيني انا وهو فسمعته يعاتب نفسه ويقول عمر ابو امير المؤمنين بخن بخن يا ابن الخطاء لتتقيان الله او لا يعذبانك غدا شوف ايه بيكلم نفسه بيكلم نفسه وهو ده اللي المفهود ان احنا علينا نبغي ان احنا نكلم نفسنا ده انت اخبارك ايه بتورد نفسك المهالك ولا بتورد نفسك ما ينفعها امام الله سبحانه وتعالى بتعمل يعني اتق الله والتنظر نفسه ما قدمت ايه قدمت دي ايه اللي انت قدمته من اعمال صالحة لله سبحانه وتعالى من نافع العباد كل دي امور انت بتقدمها لنفسك والتنظر نفسه ما قدمت لغدا قدمت لنفسها عشان حتى الشهوات اللي انت منعت عن نفسك عنها النهاردة تلاقي نفسك بترتع فيها في حل يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يفتح لك هذا الباب العظيم مما حرمت نفسك منه في هذه الدنيا